طبعا الجو وتال كما تشعفين كده ولكن انا لابس شورت دلوقتي ده لاني هعرفكم حالا على احد العادات الروسية الاصيلة يلا صفر ومية درجة مقوية دلوقتي كما هيدخل نجرب السونة الروسية او زي ما يقول عليها الروس البانيا احد العادات الروسية الاصيلة البانيا دي عبارة انت تدخل اوضة درجة حرارة فيها مية درجة مقاوية تقعد جوه ما تستطيع خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ثم تخرج من الاوضة ترمي نفسك في قلب التلج المتجمد ده تبدل لنفسك بقى ايه تتقلب في التلج شوية ثم تطلع تدخل تاني الى اوضة درجة حراراتها مية درجة مقاوية بعد كما تطلع تشرب شاي عشاب جميل وتاكل مع الشاي عسل لزيز وتفضل بقى تكرر الكارة دي حوالي اربع خمس ست مرات وبالنسبة للروس دي عادة مهمة جدا 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 بيعملوا شكل متكرر فيلا بينا هنجرب البانيا او السونة الرساية مع بعض يلا بينا ندخل درجة الحرارة الوقتي مية درجة مقاوية في القوضة دي ووف. لسه مدخلناش حتى السوني نفسها جوة. والتلفون بدأ يشاب بلى. هنا بتقفل الباب عشان تحافز على الحرارة. هنا فيه في النور. موجودين فيه نور هيا ده. ممكن برة. تعالوا نشوف النور فين. ايوه هو ده. ايوه الزبط كبه. ندخل القوضة الجميلة. هنا في شاور عشان ما تخرج من هنا تبقى عرقان طبعا جدا. فتنزل ما هي على جسمها. البنية مشبارة خالص. هنا بقى الموضوع كله. مولا! نار! 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 الودن والمنخير والوش والصابع اكتر حاجة بتتحرق. ها ها ها! علشان هعارف الناس بتحب تشكك وتحب تكدب. ده من الكرس الحرارة يا جماعة. ادي صفر. ومية درجة مقوية. ومعدها كمان حوالي مية وعشرة درجة مقوية. سألنا عبارة عن زلط مولع نار على حطط تحت هنا. تقعد بقى هنا تتعزب شوية وتطلع ترمي نفسك بقى. طبعا مستحيل ادخل بالكاميرا قبل موال جوه واحد جوه عشر ده لان هيبوز اكيد. فا ارودتكم الدنيا جوه عاملة ازاي? هسيب دلوقتي الكاميرا برا. اقعد شوية. واكمل لكم بقية العملية اللي هي النط بالتلج. بعد البانيا او السونة اروسية. والله هي مرعبة وصعبة جدا. دلوقتي يا جماعة ها حط جوه في النار دي. حوالي عشر دقيق. نخرج بقى للزم هرير. الزم هرير هو التلج الشديد. فهتعمل عاملة بسطرة. جاهزين لنطف التلج? اصدرا غانية. سوف نبدأ. سوف نبدأ. اغريق غوالة. اغريق غوالة. ناري حبيبي ناري اوه على عزيبه بدي عند اوه على عزيبه هذا الحركة مية واحد وعشرين قوة ناري ناري حبيبي ناري ناري لكم بقى اعشاب الجميل ده تغلي المية وتفض المية وتغطي البراد وتسيبه يزبط اموره مع نفسه تجربة خرفية انا عن نفسي من عشاء السونة الرسية بصراحة يقول لك بقى ليها فوائد كتير جدا تحسين الدورة الدموية وتقوية المناعة وتتزبط عضوات الجسم وتتقلم التوتر والنرهق والتعب وكل الكلام ده فيه روس بيعملوها كل يوم وفيه شريحة جورية جدا من الروس بيعملوها يعني مرة اسبوعيا على الاقل السونة عموا من العداد المهمة جدا في حيات الروس اشرب الشاي ورايح شوية ودخل تالب دور في السونة وننط في التالج تاني ونبدأ نعمل هذه الأكتر من المرة هي دي بقى الاسترخاء هنا او حاجة من الحاجات اللي بيعملها روس للاسترخاء والفصلان متخائلين تقدروا تعملو حاجة زي كده تقدروا تنط في التالج في درجة حرارة تقريبا عشرة تحت السفر وتكونوا قصة طلعين من درجة حرارة مية وعشرين درجة مقوية يعني فيه بسطرة بتحسل في الموضوع هتقدروا على حاجة زي كده ولا ما تقدروا تحبوا تجربوا؟ رحة الشاي خطيرة ما شاء الله وده عسل نحل طبيعي لا بسم الله سلام احلى شاي ده ولا ايه وانا وقت الدخول للمرة التالتة سابين الكاميرا الجو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومش عارف اوصب الاحساس احساس صعب ولكن مميز وتجربة خرافية بصوا بقى يا جماعة هقوليكم الحاجات اللي ممكن تعملها وانت جوه السونة دين الحرارة دي شايفين ده زيت مستخلص من الاشجار زيت طبيعي جدا بيحطوه في المية بعد القطرات و بعد كده يحط المية على الزلط بحيس ان يطلع بخار مية بيحسن عمية التنفس والرقة هذا الزيت نحط منه هنا مش كتير بس كده ريحة الزيت خرافية بعد كده هنقلب المية عارفين ريحة الشجر زيت عطري يعني فضيع مستخلص من الاشجار بشكل طبيعي مية في المية تحس في ريحة لغابة وتمسك يا معلم والالني وهراء المية كده وجهز نفسك بعشان هتعملتش هتلاقى نفسك مش عادي نستحن وقشك هتبقى فيها عصفة عصفة اوي اه جه 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 اوه اي الشوى اوه يطلع بقى البخار ده كده بريحة الزيت والشجر تاخد نفس يحسن الرئة حس نفسك دخلت في قلب غابت عصارت جواها مع الحرارة مع البخار واحساس جامد جدا. تالي حاجة بقى جماعة ممكن تعملها في كونة روسية هي ورق الملخية الناشط ده. طبعا انا بغزر ده مش ورق ملخية ده ورق شجر عندهم شجر ده في الغابة. بيستخدم ورق ده بيجففوه وبعد كده يحطوك المية بالشكل ده. تمام? وانت قاعد بلقى جوا تبدأ ايه? اه تدرم في نفسك. فكرة في ايه معلمة? فكرة ان ده بيحسر الدورة الدموية. يعني ما بيقى فيه البنيا ما بيعملاش حد الواحد يعني ما بيقى فيه صحاب وهكذا. فيضرب ايه? اه يضربوا ببعد كده بالشكل ده. ات اضربني وانا اضربك في كل الجسم في كل العضلات. كل العضلات بالشكل ده طبعا الورق ريحته جديد ده بيقولك بيحسن الدورة الدموية في الجسم كله وبيعمل انبساط اللي عضلات. بالشكل ده بكل حتة في الجسم. فعدا ان لو بيقى فيه مجموعة مع بعض. يعني حدي بيستلقى وياخد الدور وعد كده يقوم وحد تاني وهكذا. بس فده الورق اللي بيستخدمه هنا في الموضوع ده. فالموضوع الساونا هنا مهم جدا وحواطه كتير يعني. منوت في التلك تاني. اه. اه ده خلاص واجدهاس في الدني. واجدني اهو. يا ربي. لا يوجد فيه وقو Maßل. سلق التالج يا جماعة دي. دلوقت يا جماعة هبقى تقول لي المناحة ايه؟ اقول لك المناحة يا محلم نار. لبرد ولا انف الونزة. خلاص. تجد اخدت مناعة. بقيت روشي سايبيري اصلي. خلصنا الثونة اللذيذة. وراحت شوية وشربنا الشاي الجميل. دلوقتي بقى اروح كلهم جعان. اجواء بالليل. اسم المكان ده تيبلو. يعني افا. ففيه سركاز في الموضوع. فيه سخرين. اسم القاعدة دي تيبلو. ودنا تلك. ألفا. اسم التالب دي ألفا كما خلاص تعرفت عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والله 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 والأجواء ولا أرواح يبدين 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 غابة وظلمة وتالجعين يتنيب الدنيا ولا عيت ولا عيت ولا عيت